الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أهلا بكم طلاب الصف الثالث السنة ومع حل التطبيقات على جزم الفعل المضارع في جواب الشرط طبعا أدوات الشرط عندي أدوات شرط جازمة وفي أدوات شرط غير جازمة تعني بتأكيد من كتابنا كتاب البرهان صفة 325 سؤال أول من يقضي بالحق فسوف ينجو من المسائلة ميز الصورة ميز صورة الفعلين بعد تصويب خطأ الجملة طبعا أدوات شرط جازمة من عند يقضي فعل الشرط وينجو الشرط طيب طالما هنا الفعل المضارع معتل للآخر يبقى هنختار التصويب نحزف حرف العلة الياء ويعوض عنه بكسرة إذا كان ألف لقينا يعوض عنه بفتحة إذا كانوا هو يعوض عنه بضمة يبقى هناخد يقضي يبقى على طول أول حاجة بعيدنا باء وبعيدنا داد بعد كده فسوف طبعا سوف لا تؤثر على الفعل دخول السين أو سوف في جواب الشرط لا تؤثر فيها الفعل المضارع فيبقى كما هو فعل المضارع مرفوع فإنه مش هينفع يكون في حزف يبنا هنجيبه مش محزوف يبنا احنا كمان طيرنا رقم جيم فضل عندي ألف يقضي وينجو يبنا يقضي على تصويب الجملة يقضي من يقضي بالحق فسوف ينجو من المساءلة يقضي فعل مضارع مجزوم علامة جاز محصف حرف العلة وهو فعل الشرط ينجو فعل مضارع مرفوع علامة رفو والإيه الضمة وطبعا سوف حرف دل على المستقبل لا محل له من العراب السين أو سوف دخولها على الفعل المضارع لا تؤثر عليه فيظل كما هو فعلا مرفوعا خدنا كده رقم ألف متى ينمو الرأي العام يرقى المجتمع ما نوع علامة أعراب الفعلين في الجملة السابقة طبعا ينمو لفعل مضارع مجزوم علامة جاز محصف حرف العل يرقى فعل مضارع مجزوم علامة جاز محصف حرف العل وانا طبعا عندي بالنسبة للعلامات الأصلية للفعل ثلاثة الضمة والفتحة والسقون علامات الأعراب الفغرية سربة النون في حالة الرف حسب النون في حالة النصب وحسب النون في حالة الجزم وحسب حرف العل يبقى أربع علامات فغير وعنا نحصح تنمو وانا طبعا يرقى فرعية يبقى احنا خدنا رقم باق خدنا كده رقم باق فرعية فرعية ثلاثة قال الشاعر ولو كان الكثير يطيب كانت مصاحبة الكثير من الصواب اجعل فعلي الشرط والجواب مدارعيني طبعا لو أداة شرط غير جازمة تدخل على الفعل الماضي عند تحويل الفعلين لمدارعيني لا تؤثر لو في الفعل إبا كان يكون مش هينفع يكون ولا يكون يبا عندي يكون وبعد كده يطيب كانت هنا هنقول تكون يبا هناخدهم رقم ألف يكون وتكون طبعا هنا دخول لو على الفعل المضارع لا تؤثر فيه عربي الفعل المضارع كما هو فعل المضارع مرفوع يبا هناخدنا رقم ألف رقم أربعة سمعت النصيحة تسعد بها أحدد الضبط الصحيح للفعل تسعد بعد وضع إذا مرة وإن مرة أخرى طبعا إذا وضعنا إذا طبعا هنا إذا دخول غير جازمه فلا تؤثر فيه عربي الفعل المضارع وأقول إذا سمعت النصيحة تسعد بها ويبقى أو يظل الفعل المضارع أو يكون فعل مضارع مرفوع يبقى تسعد يبقى عمل سكون في رقم باق وعمل جيم سكون يبقى احنا كده بعيدنا باق وبعدنا جيم يتفضل عندي ألف وتفضل عندي داد بعد كده هندخل إن يبقى إن سمعت وعادي الأدوات الشرط الجازمة يأتي بعدها فعل ماضع أو فعل مضارع وإذا يجيب بعدها فعل ماضي منقربه ونقوله فيه محل جازمي إذا سمعت النصيحة تسعد على سكون بها يبقى أنا هناخد الإختار التاني على سكون كده أعمل فيه الإختار الأولاني ضمتين يبقى احنا بعيدنا ألف فضل عندي داد يبقى تسعد وتسعد يبقى هنا عشان دخلنا إن فلذلك جواب الشرط يكون مجزوم بالإيه مجزوم بالسكون أما إذا جواب الشرط كما هو مرفوع بالإيه مرفوع بالضم ميز الجملة المجتملة على أسلوب شرط صحيح مما يلي تقل لا في سرك وإعلانيتك وإلا تهلك طبعا إلا هي عبارة عن إن الشرطية زائد لا تهلك ده جواب الشرط وفعل الشرط مهزوف تقديره تفعل أي وتقدير الكلام وإلا تفعل ذلك تهلك يبقى فعل الشرط هنا مهزوف يبقى ده أسلوب شرط صحيح من يوم العمل نادم طبعا هنا لا محانة ده طبعا طبعا كده أسلوب شرط ليس صحيح مدى تطقن عملك فتكسب طبعا هنا لا يجوز دخول الفاء مباشرة على الفعل المضارع نازم طالما دخلنا الفاء على الفعل المضارع هنقول فاسا تكسبوا أو فسوفا تكسبوا يعني ندخل السين أو سوفا يبقى بالتالي دية عن استبعاد ما يندم أحد ندم فتى صرف شبابه في الله طبعا هنا ما فيش هنا ما هيش أدات شرط يبقى احنا لأسلوب الصحيح خدنا رقم آلف خمسة خدنا رقم آلف في التميز مما يلي الصيغة الصحيحة لأسلوب الشرط ما تدعو به يستجاب هنا طبعا هنا مش هتنفع أسلوب شرط لأن احنا ما حزفناش حرف العلة من هنا ما تدعو به مستجاب برضو مش نفعة هنا ما تدعو به يبقى ما تدعو هذا حزفنا حرف العلة وقلنا فقد يستجاب وطبعا الفعل ما تأسرش يبقى الصيغة الصحيحة لأسلوب الشرط رقم دان ما تدعو به فقد يستجاب كيفما تكونوا يعاملكم الناس ما نوع كيفما في الجملة السابقة طبعا كيفما على طول انت وجدت بعدها فعل مضارع من الأفعال الخمسة وحزفة من النون يبقى على طول أداة شرط أداة شرط جازمة مش هينفع طبعا إن هي غير جازمة ولا هي للحال ولا هي للزمان يبقى احنا خدنا أداة شرط جازمة يبقى سبعة خدنا رقم دان رفحة 326 ينال السعادة من يدعو إلى الخير مجل الصياغة الصحيحة عند جعلمين شرطية طبعا هنا ينال السعادة من يدعو إلى الخير استبعدنا رقم ألف من ينال السعادة يدعو طبعا هنا المفروض يدعو يكون مجزوم منها أو يكون مهزوف منها حرف العلة يبقى احنا بأعدنا كمان رقم رقم ب من يدعو هنا طبعا نحذفش حرف العلة يبقى استبعدناها أيضا هنا طبعا رقم دان حزف الحرف العلة من يدعو وحزف الحرف العل من ينال هنا طبعا حزف الحرف العلة في ينال لعدم التقادل الساكنين يبقى الصياغة الصحيحة هي رقم دان يبقىié 7 خدنا رقم دان تعملونا بإخلاص تسمو أوطانكم حدد صورة الفعلين عند الربط بينهما بلو طبعا دخول لو ولو ولو لو كلما على جملة ثانية تبدأ بفعل مضارع لا تأثير له هي جملة شرطية بس الأداة شرط غير جازمة فبالتالي هي لا تؤثر في الفعل المضارع يبقى كما هو لو تعملون بإخلاص يبقى الأول هنبعد ب لو تعملوا بإخلاص تسمو ونبعد دان لو تعملوا برضو بإخلاص لان احنا قلنا لو دي لا تؤثر في الفعل المضارع هتفضل عندي ألف وتفضل عندي جيم لو تعملون بإخلاص طبعا الفعل المضارع فيه اللي هو جواب الشرط ما بيتأثر شي بيه ما بيتأثر يعني لا يجزم فيظل كما هو مرفوع يبقى كمان استبعيدنا رقم جيم هتفضل عندي رقم ألف يبقى لو تعملون بإخلاص تسمو أوطانكم تعملون فعل لو أداد شرط غير جازمة مبنية لمحل لها من العراب تعملون فعل مضارع مرفوع على مترفع ثبوت النون وهو فعل من أفعال الخمسة وهو فعل الشرط تسمو فعل مضارع مرفوع على مترفع الضمة المقدرة وهو جواب الشرط لو تسعى بإخلاص تسب من الله ما يجز الضغة الصحيحة للجملة بعد تصويب خطاها طبعا نقولنا لو أداد شرط غير جازمة لا تؤثر على الفعل وبالتالي ما ينفعش نهزف حرف العلة من تسعة يبقى هناخد تسعة يبقى على طول هنبعد ألف من بعد ده نتفضل عندي جيم ونتفضل عندي باء تتبلي لو تسعة يعني ما حزفش حرف العلة يبقى تسعة فعل مضارع مرفوع على مترفع الضمة المقدرة وهو فعل الشرط هنا طبعا تسب ما منحزفش حرف العلة لعدم تقويس ساكنين لأن أصلا فعل مرفوع يبقى بعيدنا كمان باء يتفضل عندي جيم جلي تسب بدون حزف الألف يبقى عشرة خدنا رقم جيم داشر الذي يسعى في الخير يفوز برضى الله ده أداة شرط جازمة مكان الاسم الموصول دايما كده أول حاجة أحطها في دماغك الاسم الموصول نضع مكانه أداة الشرط من طبعا لأن من أداة شرط جازمة للعاقل وبالتالي إحنا هنبدأ بمن يبقى أول حاجة استبعدنا متى واستبعدنا أين إحنا أداة الشرط الصحيحة من طيب يسعى في المضارع معتالي الآخر عند دخول من الشرطية عليه يحزى في حرف العلة يبقى من يسعى يبقى أنا كده عندي يحزى في حرف العلة يبقى أنا المفروض نقول من يسعى يبقى أنا عندي جيم من يسعى ودال من يسعى بدون حسب يبقى احنا بعيدنا دال هتفضل عندي جيم يسعى وعندي يفوز حزف حرف العلة لعدم التقاء الساكنين فجل يفوز يبقى 11 كده لاختيار بتاعي رقم جيم شرط يستفيد الإنسان بما يقرأ عبر عن معنى الجملة مستخدمة لأسلوب الشرط ما يستفيد الإنسان بما يقرأ طبعا ده مش أسلوب شرط ما تقرأ تستفيد به كده برضه مش أسلوب شرط لأن المفروض نهزف حرف العلة من تستفيد نهزف حرف العلة من تستفيد ما يستفيد الإنسان يقرأ برضه هنا المفروض يحزف لحرف العلة بص هنا في رقم دال ما تقرأه تستفيد به يبقى ده كده أسلوب إيه أسلوب شرط صحية هنا طبعا هزفنا من تستفيد هزفنا منه حرف العلة لعدم التقاء الساكنين يبقى 12 خدنا رقم دال رقم 13 ينمو الوطن ويعلو بالتخطيط الجيد عبر عن معنى الجملة المستخدمة لأسلوب الشرط هنا طبعا متى على طول متى ينمو مش هينفع متى ينمو هنا متى تخطط جيدا ينمو الوطن ويعلو ما حزفش حرف العلة من من ينمو هنا اللي بعدها متى نخطط جيدا ينمو الوطن ويعلو برضو هنا ينمو ده حزف لحرف العلة ولكن هنا الفعل يعني فعل مضارع معطوف على ينمو ولازم نهزف منه حرف العلة لأنه معتل الآخر يبقى بعيد نجيم تعال هنا متى تخطط جيدا ينمو الوطن ويعلو متى أداد شرط جزمة نخطط فعل مضارع المجزوم علامة جزمة السكون وهو فعل الشرط بعد كده ينمو فعل مضارع مجزوم علامة جزمة حسب حرف العلة وهو جواب الشرط يعني فعل مضارع مجزوم علامة جزمة حسب حرف العلة لأنه معطوف على ينمو يبقى 13 خدنا رقم دال 14 قال الشاعر وليه انهاجة الأحقاد قلب ققلب الطفل يغتفر الزنوبة حد جواب الشرط الشرط فيه البيت ليه قلب طبعا مش ما هو الجواب ما هو الجواب شرط ققلب الطفل يغتفر الزنوب طبعا ققلب الطفل يغتفر الزنوب انت بتوصف هنا قلب الطفل لكن هنا طبعا جواب الشرط محزوف نحن خدنا رقم دال رقم 15 قال الشاعر الدين للديان جل جلاله لو شاء ربك وحد الأقوام ضع إن بدلا من لو وقعد صياغة فعليه الشرط والجواب على أن يكون مضارعيني طبعا هنا اي يشاء هنا ما فيش ايه ما فيش ما فيش حزف هنا يشاء طبعا إن يشاء هنا ما فيش حزف المفروض نحزف وهنا ما فيش حزف إن يشاء يشاء فيوحد طبعا هنا برضو مش هينفع لا يجوز دخول فاء والجزاء على الفعل المضارع في جواب الشرط إلا إذا قلنا فساء أو فسوفاء تفضل عندي دال اي يشاء يشاء فعل مضارع مجزوم معلامة جزم السكون وحزف حرف العلة لعدم التقاء الساكنين يوحد فعل مضارع مجزوم معلامة جزم السكون لأنه جواب الشرط إباحنا 15 خدنا رقم دال 15 قال الشاعر أرض الكنانة تجنة الله التي من مسها بالسوء خاب وأخفق اجعل فاني الشرط والجواب مضارعين وعاد صياغتهما طبعا هنا مس دفاع المضارع مس دفاع الماضي مضاعف وبالتالي المضارع بتاعه يمس عند اتيان به مجزوما يفق التضيف يبقى الأول كده هنبعد ألف ونبعد جيم فضل عندي يمسسها يمسسها فكنا فكنا التضعيب فكنا عندي باق ودال يمسسها يمسسها فكنا التضعيب وبعد كده خوا باق المضارع بتاعه يخيب اللي جاب لأخير حرف علة يحزف حرف علة لعدم التقايي الساكنين يبقى احنا من بعد كمان دال يتفضل عندي باق يبقى من يمسسها بالسوء يخيب ويخفق يبقى 16 خدنا رقم باق 17 صفحة 327 من كتاب من كتاب البرهان قال الشاعر يا بلادي يا مونة قلبي ان تسلمي لي انت فالدنيا هدر ضع اذا بدلا من ان وادخل على الجواب الفعل الناسخ تكون طبعا مكان ان نحط اذا يبقى اذا تسلمين طبق كما هي تسلمين لان طبعا اذا لا تؤثر فيه عراب الفعل المضارع لانت تكون لي انت تكون الدنيا هدر يبقى هنا هناخد ان تسلمين تكون يبقى احنا بعيدنا تكون لان طبعا هو حزف حرف العلة لعدم التقايف السكنين وده ما ينفعش مع اذا تسلمي حزف هنا من النون من تسلمي مرضو ما ينفعش اذا تسلمي في حزف انا طبعا مفيش حزف يبقى احنا خدنا رقم با 17 خدنا رقم با رقم 18 تهون النفس عند صاحبها تكون عند غيره اهون حدد التغيير الصحيح عند الربط بين الجملتين باداة شرط جازمة يبقى ايان جل ايان على طول نباعد تهون لازم نحزف حرف العلة لعدم التقاء الساكنين ايان تهون وبعدين هنا ايان تهون تهون يبقى بعدنا آلف كمان تفضل عندي جيم وتفضل عندي با يبقى ايان تهون بعد كده ما ينفعش نقول فتكون نازم نقول فستكون او فسوف تكون تفضل عندي رقم جيم ايان تهون النفس عند صاحبها تكون عند غيره اهون طبعا تهون فعل مضارع مجزوم وعلام الجزم السكون وحزف حرف العلة لعدم التقاء الساكنين وهو فعل الشرط عندي بعد كده تكون فعل مضارع مجزوم وعلام الجزم السكون وحزف حرف العلة لعدم التقاء الساكنين وهو جواب الشرط رقم 19 متى دعوت أخاك في ضائقة أجابك بين مما يلي الصياغة الصحيحة عند جعل فعل الشرط وجوابه مضارعيني على طول نقول متى تد دفع المضارع دعا يدعو فعل معتال الآخر يبا لابد ان احنا نهزف منه حرف العلة يبا هنبعد با ونبعد ألف تفضل عندي جيم وتفضل عندي دان متى تدعو أخاك في ضائقة متى تدعو أخاك في ضائقة ايه النتيجة فسيجبك طيب هنا جايب لي فسيجبك هنا حزف لحرف العلة يبا بالتالي ما ينفعش لان المفروض هنا هنقول فسيجيبك دخول السين او سوفى على الفعل ما بتأثرش عليه يبا احنا بناخد رقم دان متى تدعو أخاك في ضائقة يجبك طبعا يجب فان مضارع مجزوم علامة جزم للسكون وحزف حرف العلة اللي هو الياء قبل حرف الباء اللي هو قبل الحرف الصحيح لعدم التقاء الساكنين خدنا رقم دان يقول قال الشاعر لا يذهب الخير سدى ومن يعن يوما يعن ما يزميلي اعراب الفعل يعن الوارد في البيت السابق طبعا هي اصلها يعين وحزف حرف العلة لعدم التقاء الساكنين وطبعا علامة اعرابه مجزوم علامة جزمه السكون ان هو حزف حرف العلة ولا اثبت نون ولا ضمة يبقى احنا عشرين بناخد رقم جيم فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون ومن زود كده حزف حرف العلة لعدم التقاء الساكنين عشرين قال الشاعر اطوف بالحسن تصبيني بدائعه كما يطوف القلب بالدمني ميز صورة الفعلين اطوف وتصبيني عند وضع ان في صدر البيت السابق طالما هنقول ان يبقى ان اطوف يبقى على طول بعيدنا دان اطوف مفيش حاسف هنا المفروض نحزف يبقى انا عنده الف وعند جي اطوف تصبيني المفروض كده هنا تصبي ده اخر حرف ايه حرف علة يبقى المفروض نحزفه يبقى تصبيني يبنا اخدنا رقم انف وبعدنا كمان رقم جيم يبقى واحد وعشرين اخدنا رقم انف اتنين وعشرين اذا تبذلون الجهود المخرصة ترتقي اوطانك طبعا هنا دخول اذا الشرطية على الفعل المضارع لا تؤثر فيه وهو تبذلون فعل المضارع المرفوع بسبوة النون وترتقي فعل مضارع مرفوعه على مطرافعه بالضمة المقدرة حدد صورة الجملة عند وضع متى تكون مكان اذا على طول متى طالما هنقول متى يبقى على طول نحزف النون في الجملة الاولى يقول له نحزف النون في فعل الشرط يبقى على طول هنبعد الف ونبعد جيم وبعد كده عندي بأ ودان متى تبذل الجهود بعد كده أنظر إلى جواب الشرط ترتقي في المضارم يهزف حرف العلة ويعوض عنه اللي هو الياء ويعوض عنه بالكسرة طبعا ما فيش حسب فيه رقم با يبا بعدناها يتفضل عندي رقم داب متى تبذل الجهود ترتقي أوطانكم رقم داب رقم 23 يسود الأمن بانتشار المحبة بين الناس ميز الصيغة الصحيحة عنده التعبير عن معنى الجملة بأسلوب الشرط متى يسود الأمن تنتشر المحبة بعدنا الاختيار ده لأنه المفروض نحزف الواو متى تنتشر المحبة يسود المفروض نحزف الواو يبا بعدنا بقى متى انتشرت المحبة يسود بعدنا هنا جيب لفعل ماضي مع فعل ايه المضارع المفروض نهو برضو نقول متى انتشرت نقول ده هو تيحزف منه حرف العلة يبا يتفضل عندي دال متى تنتشر المحبة يسود هنا نحضب عن حزف ده حرف العلة لعدم التقاء الساكنين يبا كده 23 خدنا رقم دال هي الاختيار الصحيح السؤال 24 صفحة 328 من كتابنا كتاب البرهان نقول يرى القدرة الرائعة من يصعد الى الفضاء عبر عن معنى الجملة السابقة مستقدما اسلوب الشرط هنا طبعا هنقول من يرى القدرة الرائعة يصعد الى الفضاء ما حزفش حرف العلة لان فعل مضارع معتال الاخر يبا باستبعد مآلف من يرى ده حزف لحرف العلة يصعد الى الفضاء يبا ده كده كده يعني تحققت المطلوب انه حزف لحرف العلة من الفعل من الفعل الفعل من الفعل المضارع من يرى القدرة الرائعة يصعد الى الفضاء طبعا مش هتنفع من يصعد الى الفضاء يرى القدرة الرائعة طبعا هنا ما حزفش حرف العلة يبا من يصعد الى الفضاء يرى القدرة الرائعة يبا انا هناخد رقم داد يعني السعود الى الفضاء ترتب عليه الرؤية الرؤية قدرة الله سبحانه وتعالى يبا احنا خدنا رقم داد 24 خدنا رقم داد رقم 25 تتعاونون على البر والطقوى تسمو اخلاقكم اربط بين الجملاتين بهذا الشرط الجازمة يبا على طول تتعاونون هنقول متى يبا متى تتعاونوا يبا اول حاجة بعيدنا رقم داد عشان جبالي تتعاونون تفضل عندي متى تتعاون في الثلاث الثلاث اختيارات تعالى نشوف الفعل المضارع تسمو ده فعل المضارع معتل الاخر وده جاي في اسلوب شرط يبا على طول مفروض نهزف حرف العلة ونعوض عنه بالضمة يبا هنا ما نفعش تسمو ما حزفش هنا حرف العلة هنا ما حزفش حرف العلة يبا انا الاختيار بتاعي رقم جيم يبا 25 خدنا رقم جيم 26 قال الشاعر هل تذكرون غريبا عاده شجن من ذكركم وجفى اجفانه الوسن ميز الصغة الصحيحة نتعبير عن معنى البيت باسلوب الشرط ايان يذكركم ايان يذكركم عندنه يعوده الشجن ويجفوه الوسن ايان يذكركم يعوده الشجن ويذكره الوسن هنا طبعا مفروض تهزف حرف العلة يبا احنا بعيدنا بعيدنا قال ايان يذكركم بعده الشجن هنا ايان يذكركم يعوده الشجن هنا حزف حرف العلة ويجفوه الوسن حزف حرف العلة هنا فيعوده من فحش فيعوده ولا سيعوده يبا احنا خدنا رقم باء هي الاجابة الصحيح طبعا نقول يج فيه الوسن علشان ده فعل مضارع معطوف على يعده 27 قال الشاعر ولو أنني أسعى لنفعي وجدتني كثير التواني للذي أنت طالبه ميزة الصياغة الصحيحة للتعبير عن معنى البيت بأسلوب الشرط أي أنا أسعى لنفعي لن تجدني كثير التواني هنا طبعا أسعى هنا لابد إن إحنا نهزف حرف العلة يبا إحنا بعيدنا أي أنا أسعى لنفعي تجدني كثير التواني إن أحزف حرف العلة وبرضو كده صح يبا إحنا بعيدنا كمان جيمهية وسوف تجدوني لازم سوف يبقى ندخل معا يبقى بعيدنا دي تبقى أنت عند الإجابة الصحيحة رقم باق رقم 28 قال الشاعر ما ضر لو نعمت عيناي أو شقيت قبل الفراق بمرأة وجهك الحسن ميز أجزاء أسلوب الشرط في البيت السابق طبعا هنا أداء أداء أسلوب الشرط في هذا الأسلوب إيه عندي لو ده أدات إيه أدات شرط طبعا ما مفعش ما يبا إحنا بعيدنا الجملتين جيم ودان طبعا هنا دي ما هنا نافية وليست شرطية عندي باقى لو ولو أدات شرط نعمت برضو جيب لفعل الشرط في الاتنين أو شقيت ده معطوف على نعمة هنا محزوف بقى جواب جواب الشرط في جملة لو لا محزوف يبا إحنا خدنا 28 خدنا رقم با رقم 29 من يطلو القرآن تلاوة صحيحة وعلم تستفهام إن إن من يطلو القرآن تلاوة صحيحة أجر وعظيم ما نعمن وما عرب الفعل بعدها في الموضعين هنأخذ الجملة الأولى واحد نعمن موصولة نعمن هنا استفهمية يبا واحد استفهمية وبعدها فعل يطلو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة لأنه أخر حرف علم إن من يطلو طبعا في الجملة التانية من شرط من من موصولة وبرضو فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم المقدرة رقم 30 كأن ما طرونه في خيالتكم يتجلى واضحا في واقعكم أعرب الفعلين طرونه ويتجلى في موضعيهما معللا إعرابة يبا ترون ترون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه فعل ملافعال خمسة وأقول جماعة ضمير متصل مبنى في محل رفع فعل والهي ضمير متصل مبنى في محل نصب مفعول به يتجلى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة أتمنى إن شاء الله تكون استفدت معاي لو أعجبك الفيديو وشارك الفيديو مع زمنائك وانتظرنا في القادم إن شاء الله